اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضيفها مقلاط واحدة البصلة نضيفها كفتة من المقلاط نضيفها اثناء البصل اضيفها الكفتة كفتة يجب التحرك سوف نضيف الطماطم و المنسمات سوف نضيف الى فلفلة كمية قليلة سوف نضيف ثوم فلفل أحمر و الأسود نضيف كل سيدة سوف نضيف والصوص نضيف ثم نضيف الزيت و نضيف الزيت 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 ثم لديك علبة الزيت أضع لها الطماطم ثم نضيف الطماطم و نضيف الطماطم لتشحر لتحضير السوس بشامل نضيف ملعقة مملؤة نضيف ملعقة دقيق نضيف ملعقة دقيق مع التحرك المستانير نضيف نضيف حليب 1.5 لتر نضيف ملعقة نضيف ملعقة التحرك سوف تحضير السوس تقريبا نضيف الغرات السوس من السوس نضيف ثلاثة القليل من الجبل يجب على المضانع نضيف نضيف قليل من السوس القليل من السوس نضيف ونضيف نضيفها من الفوق نضيفها جيدا نضيفها 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 في المقرونية نضيفها بيضة نضيفها جيدا نضيفها نضيفك أفضل نضيفاء نضيف من الصنية نضيفها Ali Zlichen فرشة نضح الكفتة ونضع الكفتة من الفوق فرش الى لأننا وزع الكفتة وزع الكفتة وفرش الفرمج سوف نرشل قليل من الفرماج ونضع الفرمج لدرجة حرارة 200 مجرد يتحمل الوجه لأن كل شيء طيب فيها تحمل الوجه ونخرجها كل شيء طيب السوس طيب نضغط البيض الرشل قليل من الزعتر لقد نصبق الفرمج ونجتعه من جديد داخل العباء الكريم ثم ننطلقه نرشل الفرمج وندخل الفرن نحن المعكارونة كيفية مفرقة صغيرة يجب أن يأتي لقيتها يجب ان يكون تسعين وزعتر من الفق طبق المعكارونة على شكل نازانية لا تصوروا يقوم بروض ناولوا في الصحة والراحة وإنما يتنال المعكارونة الماكرونا لكي يجمحها من طيب لا تقوم بشتسة من قطعها سوف ترون معي وحلقه سوف ترون الإعجاب بالتأكيد هذا هو الشكل الطبق من الداخل رائع وإلى اللقاء مع السلامة وإلى اللقاء مع السلامة